وللنقاش معنا من بيروت أندريا تينانتي المتحدث الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفل. مرحبا بك سيد تينانتي. بداية قرار اللقاء على قوات اليونيفل عند الخط الأزرق وعند مواقعها الحالية. هل هو قرار لمنع التصعيد أم قرار لرفض أي تغيير متعلق بمعطيات ميدانية من لدن الجيش الإسرائيلي؟ نعم اليونيفل موجودة في لبنان بطلبا من السلطات اللبنانية وكذلك تفويد من مجلس الأمن. وبالتالي قرار البقاء بسيط للغاية لا يمكن لدولة أن تقرر لوحدها ما الذي يجدر أن يحصل مع هذه المهمة. لابد من الإبقاء على وجود دولي في جنوب لبنان وجودنا مهم وعلينا أن نطبق الولاية التي أوصيت لنا والتي واجهت الكثير من المشاكل في الأسابيع الماضية. وجودنا مهم للغاية ما زلنا نحاول أن نراقب ما يحصل على الأرض. رغم أن قدراتنا في هذا المجال محدودة. ولكن نفعل كل ما في وسعنا لنتأكد من التنصيق على مستوى المساعدات الإنسانية لمن تبقى من سكان جنوب لبنان. هل يعيق وجودكم تواغلا بريا؟ لست أدري إن كان يعرقل تواغلا بريا. طلب منا كما أشارتم أن ننسحب من بعض مواقعنا وقد هجمنا أكثر من مرة في الأسابيع والأيام الماضية. ونحن نفعل كل ما في وسعنا لنقدم بعض القدرات في المراقبة من دون انحياز. لأنه من دون وجود مقونا دولي في لبنان قد يكون ذلك خطرا للغاية. نحن نعمل على خفض التصعيد ونحافظ على قنوات التواصل. ولكن ما هو مهم أيضا هو أن ندفع المجتمع الدولي إلى إيجاد بعض الحلول القابلة للحياة لهذا النزاع. كيف تفسرون استهدافكم أكثر من مرة؟ كيف قرأتموه؟ يصعب أن نفسر ذلك. نحن قلنا في تصريحنا أنه كان هناك هجوم متعمد ضد قواتنا. المجتمع الدولي تكلم بوضوح لأن قوات اليونيفيل تم استهدافها داخل قواعدها. ولم تكن هناك أي نشاطات عندما حصلت عملية القصف. كذلك استهدفوا الإنارة وبعض الكاميرات في إحدى مواقعنا. وكانت هناك مسيرة اقتربت إلى حد كبير من منشآتنا ومن الملاجئ التي كان يتوجه إليها عضاء اليونيفيل. هل تضعون حدودا للخطر أكثر منها؟ يجب عليكم أن تراجعوا قرار البقاء؟ لو أصبح الوضع مستحيلا بمعنى لا يمكننا أن نقوم بولايتنا يعود على مجلس الأمن أن يقرر ما الذي يحصل. في مراقبتكم للوضع عند الحدود ومن مواقعكم الموجودة وعدد قوات اليونيفيل ليس قليلا. هل وجدتم أن جهودكم التي تقومون بها خاصة منذ تصاعد التوتر في الأسابع الماضية منعت ما هو أسوأ؟ مجددا نحن نفعل أفضل ما في وسعنا لخفض التصعيد ولكننا قوة حفظ السلام. يمكننا أن نراقب أن نقدم بعض المساعدات. ولكن من المهم اليوم بالنسبة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن والقوات المعنية أن يباشر بمفاوضات حقيقية تعيد الاستقرار إلى هذه المنطقة التي دمرت من جراء هذا النزاع مع مقتل ألاف الناس. علينا أن نفهم أن الصراع بين حزب الله وإسرائيل يمكنه أن يتوسع إلى حرب إقليمية مع تداعيات مأساوية. لذلك من المهم للمجتمع الدولي أن يضع الأولوية لحل هذا النزاع عبر الوسائل السياسية والديبلوماسية. ليس من حل عسكري. على الجهة الأخرى إلى أي درجة ترون حجما من العسكرة والتحشيد من لدى حزب الله في الطرف اللبناني؟ إلى أي درجة هناك توتر متصاعد بإمكانه مع وجودكم أن يصل إلى مستويات أسوأ؟ إن لم يتم تلافيه ديبلوماسيا. نعم. الآن نحن نحاول أن نراقب القصف من الجهتين. نستعمل حتى الآن بعض القدرات. رغم أنها محدودة لناحية المراقبة. ولكن أيضاً كما أشارتم القصف يأتي خاصة من قبل إسرائيل أقل بكثير من جهة حزب الله. هذا لا يعني أن الوضع أقل خطورة. هناك فريق لا يقصف بمستوى الفريق الآخر. ولكن يبقى أن الوضع حول الأزرق خطر للغاية. علينا أن نضع حداً للمواجهات وأن نعود إلى وقف لإطلاق النار. وهناك حل هو تطبيق القرار 1701. الذي تمكن موضع حداً للنزاع في 2006. وأحكامه ما زالت الآن قابلة للتطبيق. لو أردنا تطبيقه. قبل فترة قصيرة تداولت وسائل الإعلام مختلفة. أن هناك تبايناً في وجهات النظر بين الدول المؤلفة لقوة اليونيفيل الآن. هل هناك تبايناً في وجهات النظر حيال ما يجب أن تفعله اليونيفيل؟ أي قرار يجب أن تتخذه؟ أم أن هناك انسجاماً بين مختلف تشكيلات هذه القوات؟ وبغض النظر عن مشاربها؟ أي عن دولها؟ الولاية واضحة جداً تتعلق بقرار مجلس الأمن 1701. طبعاً الدول الأعضاء لديها أفكار مختلفة حول كيفية تطبيق القرار أو ربما تغيير مهمة اليونيفيل. ولكن هذا القرار يتخذه فقط مجلس الأمن. لو أصبح الوضع صعباً جداً ولا نتمكن القيام بي ولايتنا. مجلس الأمن هو الذي يقرر إن أراد أن يلغي المهمة أو يغيرها. القرار يتخذه. لكن هل يؤثر هذا التباين في وجهات النظر على عديد القوات على أدائها في المرحلة الحالية؟ الآن لا. نحن كما قلت نستمر بنشاطاتنا. ولا نأخذ بعين الأكتبار. أرى الدول الأعضاء والانقسامات بين هذه الدول. وكيف ترى مهمة اليونيفيل؟ ولايتنا لم تتغير. وحتى تتغير الولاية، نستمر بالقيام بدورنا. ودورنا الأساسي هو خفض التصعيد. وأيضاً مساعدة المجتمعات المحلية في الجنوب التي شردت منذ أسابيع. وليس لديها حاجات أساسية. ولكن هذا يعني أننا نحتاج أيضاً من ضمانات من قبل كل أجهات المعنية. لكي لا تستهدف قوافلنا. الدور الإنساني هو الأهم الآن. أندريا تينينيتي المتحدث الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان. شكراً رزيلاً لك.